نبدأ أخبارنا هذا الصباح وأول خبر معنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف الاقتصادي والرؤية المستقبلية باجتماع المجموعة الوزرية صرح السفير بسام رازدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اجتمع بالمجموعة الوزرية الاقتصادية لمتابعة الموقف الاقتصادي والرؤية المستقبلية في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية ده طبعا فيه إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتقوم بمصر